اشتركوا في القناة ده بالنسبة لكرة الطائرة رجال وسيدات الوضع عليه برضو في كرة السلة يتبقى الدور الثاني وبعدك هنخش على الأدوار الإقصائية يعني سبع مباريات يتبقى للفريء الأول وبعد كده هنخش على الأدوار الإقصائية نفس الكلام بالنسبة لكرة اليد الموضوع قرب جدا جدا فإحنا النهاردة ابتدينا في الأمطار الأخيرة للحصاد حصاد البطولات للألعاب الثلاثة ده طبعا نهيك عن باقي الألعاب يعني حيبنا نتكلم عن السباحة لا تتوقف عندك السكواش عندك الجنباز عندك الألعاب القوة وعنده الأخبار كتير الحقيقة لهذه الألعاب وده يبقى في النصف الأول من حلقتنا النصف الثاني الحقيقة معانا أبطال حقيقين الحقيقة أبطال يعني أنا موجود نظري يعني دول أبطال يعني سوبر دايما بيبقى البطل يعني كلمة ما بتتقلش على حد إلا ما بيكون حق بطولة أو حق إنجاز كبير بيتقل عليه بطل البطل ما بيجيش لحد أو ما بتقلش هذا اللقب لحد ما وصلش الإنجاز كبير لما الإنجاز ده بيتكرر أكتر من مرة في أجيال مختلفة الحقيقة لازم يبقى القائمين على اللعبة دي أو قائمين على النشاط ده قادرين يحققوا الإنجازات دي متتالعة بدول أبطال سواء المسؤولين أو اللاعبين نفسهم لأن الحقيقة في مصر في أبطال يعني في أبطال عاديين بنشوفهم في كل الألعاب يحقق بطولة مرة أو اتنين وفيه سوبر ميجا ستار زي ما بيقوله عندنا لعبة اسمها الكرة طائرة جلوس دي لعبة ببارا لمبية لعبة بتتلعب لزاوي الهمم اللعبة دي الحقيقة مشاهدين كتير ما يعرفوش إن إحنا تاني العالم فيها اللعبة دي إحنا تاني العالم فيها ويمكن حققنا قبل كده الثلاثين عالم وراء بعد خدنا فيها ثالث عالم وراء بعد في السنوات اللي فاتت زي ما بقولك كده الطائرة جلوس أوعى تقولي أصلي منافسة سهلة أولا دول العالم بتدي يعني اهتمام كبير جدا لزاوي الهمم في بعض الأوقات بيتساوى بالأسواء فالنهاردة دول الأوروبا كلها بتدي دعم كبير جدا للألعاب البرالامبية ومصر الفترة الأخيرة بقت كده مصر النهاردة يعني ده أنا بسميه العصر الزهبي للألعاب البرالامبية أو أصحاب الهمم مصر خدت تاني عالم نهاية الموسم أو نهاية السنة اللي فاتت عشرين دا وعشرين البطولة كانت موجودة في مصر يعرفش يمكن قليلين اللي يتذكروها وكان ماتش الفاينال مع إيران ومصر خسرت من إيران وخدنا المديلية البرونزية وتأهلنا مباشرة كوصيف العالم إلى أولمبيات باريس عشرين وعشرين البطولة البرالامبية في باريس عشرين وعشرين طب هل يكتفي هذا المنتخب بهذا الإنجاز؟ لا راحوا بطولة أفريقيا منذ أيام وكان النهائي مع نيجيريا وفازت مصر بالمديلية الذهبية بالرغم من حسمها التأهل فالنهاردة دول تسميهم إيه؟ يعني أنا شايف إن إحنا هنظلمهم لو قلنا عليهم أبطال اللعيبة دي بتلعب يعني بس عشان خاطر اسم مصر بس فالنهاردة إن شاء الله هنستضيفهم في اللصف التاني من حلقتنا هنعرفكم الإرادة الفلازية والحديدة بتيجي منين؟ هيكون معنا اللواء منصور محمدي نائب رئيس الاتحاد والأب الروحي أو يعتبر من أباء الروحيين لهذه البطول لهذه اللعبة ويكون معنا عادل عبد المعطي مدرب المنتخب ونتكلم معاه عن يعني فترات المنتخب وذكرياته ومش بس كده وتاريخ المنتخب عالميا هيكون معنا أحد اللعبين وهو أشرف زغلول اللعب الفريق اللعب منتخب مصر الحقيقة يعني احنا كنا استضفنا هذا الفريق من حوالي سنة أو سنتين بعد إنجاز كبير لهم وكان تالت تالت عالم تقريبا كنا استضفناهم من تلت سنين تقريبا بعد تالت عالم النهاردة هم قسروا هذا الإنجاز أو تاني إن شاء الله بإذنك يا رب مديليا في باريس عشرين أربعة وعشرين وبإذن الله يعني بطولة العالم القادمة يكون لهم شأن كبير وبإذن الله الذهبية إن شاء الله يكون من نصبه سيكونوا معنا في النصف الثاني من حالات هنورح أخبارنا وهنبتدي بكرة اليد فريق الأول لكرة اليد في نادي الأهلي بقيادة مستر ديفيد ديفيدز أفل خلاص صفحة مطش الزمالك مفكركم مطش الزمالك انتهى بالتعادل في الفترة الأولى أو يعني بعد الفترتين تسعة وعشرين تسعة أربعة وعشرين أربعة وعشرين وروحنا لضربات الجزاء الترجحية الأوراميات الترجحية مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني الأسباني للفريق وروحنا على دربات الجزاء الترجحية المهم يعني النادي الأهلي انتهى بخسارة النادي الأهلي تسعة وعشرين تمانية وعشرين ولكن الغريب في هذه المباراة أن الاتحاد المصري ولجنة المسابات وضعت يعني بعض اللوايح الجديدة أن اللي يخسر برميات الحرة أو رميات الجزاء ياخد نقطة which is logic يعني أنا النهاردة بخسر بضربات الجزاء لمخسرتش هند بول في الملعب أنا خسرت ضربات الجزاء فالنهاردة أنا حرام أطلع يعني خالي الوفاة يعني فالمهم احنا خدنا أو وصلنا لضربات الجزاء خدنا نقطة من هذه المباراة طب موقفنا أي دلوقتي موقفنا أن احنا مازلنا بطل أو المتصدر على الجدول وبرصيد سبعتاشر نقطة بشرين نقطة الوصيف نادي الزمالك برصيد سبعتاشر نقطة طيب عندنا من المباراة الجاية؟ المباراة الجاية البنك الأهلي هتتلاعب في اسكندرية على صالة سموحة صالة القوات المسلحة بسموحة في اسكندرية هم طبعا بيلعبوا المباراة دي دلوقتي في مباراة يعني بتبقى ملعب يعني مختلفة طيب من اللي بيمرن البنك الأهلي عمر الجيوشي نجمه منتخب مصر السابق وابن اسكندرية ومباراة صعبة مباراة مهمة يوم الثلاث ويعني مهم جدا أن احنا برضو نمشي على الصدارة لأنه هو المباراة دي بتبقى مباراة يعني بتبقى مباراة معنوية شوية خاصة أن الحقيقة معترض شوية على نظام الموسم أنه كل ده ملوش يعني أي تأثير هيبقى في الآخر الأول والتاني اللعب وبست وفتري ولكن من الأخبار اللي ألاقيتنا كتير في مباراة الأهلي والزمالك هو خروج محصر رمضان نجمنا نجم منتخب مصر والنادي الأهلي مصاب طب حالته إيه شوفنا ناس كتيرة بتتكلم يعني إن شاء الله كادمة في الصابونة تبقى حاجة بسيطة وعشان كمان نتأكد ونتطمن على محصر رمضان لأنه الحقيقة من أفضل اللاعبين ولعب مؤسر جدا مش بس في النادي الأهلي ومنتخب مصر كان لازم يكون معنا عبر الهاتف أهلا بك محصر كابتنا يسم أول حضركين والله كله تمام نحن عايزين نطمن عليك ألف سلامة عليك يعني خضتنا جامد طمن عليك محصر وطمننا على محبينك ومحبين كرة اليد في مصر حبيبا كابتنا يسم طبعا يعني الحمد لله يعني كان ساعتها بس كان الموضوع صعب شوية لصلاة كمان كانت وحشة قوي وهي كانت الوعى كمان رخمة لما أنا كنت بجأة نط جنب وهو زقيني كمان في الهوا فالموضوع كان صعب ما عارفش أتحكم اللي حاولت ننزل على إيدي وكده ما عارفش وانا أخذها كلها على إيدي فانزلت على ركبتي فالموضوع كان ساعتها صعب شوية وما كنتش عارف بقى أنا حارق ركبتي ولا تنيها ولا فريدها كان موضوع صعب يعني بس الحمد لله يعني يما كانوا ساعتها كانوا متخوفين اللي هو كان يكون صليبي ولا حاجة بس فالحمد لله في نفس اليوم رفت عملت رانين وكده فالحمد لله الصليبي طلع تمام الحمد لله دي اللي احنا كنا خايفين منه بس فبس يعني فالحمد لله هو بس كادمة قوية شوية بس في الصبونة وهريح بس حوالي عشر تأيام كده ولا حاجة بعد كده هرجع تاني هنتزم في التدريبات مع الفريق يعني بإذن الله الف سلام عليك طمنتنا ربنا يطمنك يعني خدنا عليك خطة جمدة جدا ولكن يعني طميني هل في رشح في الرجبة يعني برضو ساعات الكادمة القوية بتعمل رشح بتخلي الرجبة زي ما بنقول بالله هات الرياضة تطبل شوية يعني هل انت عندك رشح بسيط في الرجبة ولا الحمد لله ما فيش اه اقيد طبعا انا بقول له حاليك هو وساعتها اللي كان مخوفنا اللي هو كان يبقى صليبي ولا حاجة لان الرجبة ساعتها ورمت في ساعتها وكان الموضوع صعب شوية يعني ما كنتش عالك بقى ولا اتنيها ولا فريدها بس الحمد لله يعني عدى يومين اهو الدنيا هيدت شوية يعني الحمد لله الحمد لله الف سلام عليك وطمننا برضو عن الفريق طمننا على الاستعدادات طمننا على الحالة المعنوية للفريق يا مرسل خاصة ان انت يعني من اعمدة الفريق نا طبعا انا الفريق طبعا ماشي بخطة الله احنا الفترة اخيرة ماشيون كويس جدا اهو ممكن يكون الماتش اللي فات حصل دروب ولا حاجة بس احنا اول ماتش نخصوله في الدورة يعني الفريق من اول الموسم مركز الحمد لله لعبين بوطلتين كذبانين بوطلتين ولسه الماتش بتاع حتى الماتش اللي فات ده ما كانش فارق معنا او مش فارق معنا احنا جدا شخصيا مش فارق معنا كيادو للترتيب يعني فاهمني نا كنا كسبنا واخصرنا احنا احنا اول كنا اول الدورة ماتش ديربي وكده وكل حاجة وكان ممكن نشي الفرق اكتريتها مكتش موفقة فالحمد لله طبعا احنا ماتش التعمل حفرنا طبعا وكل حاجة بحاله او وحش احنا افرنا الماتش ومركزين ماتشات الجاية عشان لسه عندنا حوالي عندنا الدوري وعندنا بطولة افريقيا وعندنا السوبر عندنا تلت بطولات دول ان شاء الله اللي احنا نقدر نكسبهم يعني مع بطولة السوبر اللي احنا اخذناها ومع بطولة افريقيا نقدر نحن نخلص الموسم بيزن نكسبين خمس بطولات يعني طب محسن يعني تقولي الجمهورينا دي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي وطبعا كان الان عليك جدا وشوفنا بسطات كتير على صفحات السوشال ميديا كانت قلنا عليك وكمان المتابع لاخبار الفريق بقوة والمسانت تقولي الجمهورينا دي الاهلي يا محسن طبعا انا بشكرهم جدا والله عن الناس اللي كلمتني كلها وكلهم كانوا يقلين علي طبعا بطمنهم يعني الحمد لله انا بخير وهوضا ان شاء الله موجود مع في الائتي وارجع تاني عساعد في الائتي اللي احنا نفرحهم بإذن الله وطبعا بنوعيدهم بإذن الله احنا الموسم دوت اللي احنا نختم الموسم وإحنا كذبانين كل حاجة بإذن الله يعني وبشكرهم جدا ان شاء الله يا محسن ومش احيز اقولك انت فرحتنا ازاي واسعدتنا بخبر سلامتك الحمد لله وان اصابتك بسيطة الف ملونة السلام عليك يا محسن وان شاء الله الجاي افضل للفريق وليك بإذن الله يا محسن محسن رمضان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكره شكرا جزيرا على وجوده عبر الهاتف على شاشة قناة النادي الاهلي اهم حاجة يعني سيبك من كل النتائج وكل حاجة سلامة اللاعبين وسلامة من نحبهم من اللاعبين جميعا بتبقى يعني اهم حاجة فالحقيقة يمكن يعني اصابة محسن رمضان او خروجه مصاب من الحاجات اللي دايقتني اكتر طبعا الخسارة حاجة تزعل ولكن يعني اصابة محسن رمضان انا على المستوى الشخصي يعني يعني حزنت عليها جدا وخفت على ولا الجامد لانه الحقيقة من لعبة الرجالة المؤثرين مش بس مع نادي الاهلي ومنتخب مصر مش بالهند بول بتاعه كمان بخلقيات والتزامه جوه الملعب هنروح لخبرنا التاني وهو كرة اليد سيدات خلاص بقى اربع فرق اللي بي نفسه عشان كده انا بقول لكم احنا بنتكلم في الميت متر كرة اليد رجال خلاص احنا بشكل يعني دورة المباراة اللي جاي البنك الالية تبقى المباراة الستة او جولة الستة فانت فضلك تلت مباراة وتخش على النهائيات او البستوف تري نفس الكلام بالسيدات وده خبر اللي معنا السيدات هم بقوا خلاص الكل اللي فات وبقوا اربع فرق اول مباراة ليك في المباراة الربعية دي او الدورة الربعية دي هتبقى مع نادي سموح المباراة هتتلاعب ان شاء الله فيه على ملعب نادي الشمس بيقود الفريق ابتر محمد عديل زولة وفرقيتنا طبعا تصدرت الدوري في المرحلة الاولى بعد الفوز بكل الماتشات اللي فاتت هنبدأ ان شاء الله بسموح زي ما قلت لحضراتكم يوم التلاتة اللي جاي ساعة اتنين الدور على صالة نادي الشمس وبعدها بيوم هنلعب مع الشمس الساعة تمانية بنفس الصالة لصالة الشمس واخر ماتش هيكون قدام نادي الزمالي يوم الخميس اللي جاي تمانية بالليل برد طبعا مهمين ناخد التلات ماتشات وارا بعض نركز فيهم تك 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 عشان تخش على الدورة مجمعة تانية وانت فايز كل مباراة مرحلة دي دخلنا ومعنا ستة بونت بفرق اربع نقاط كاملة عن كل من الشمس والزمالك وسموحة يعني احنا ستة بونت والفرق دي كلها اتنين بونت يعني انت داخل مريح بس احنا مش مندور على ده يعني احنا مش عايزين نبص احنا هنكسب ولا مش هنكسب احنا عايزين نادي الآله دايما بيخش بيدور على المكسب على طول فرقنا طبعا جاهزة عشان يحفظ على السنوئية المحلية اللي خدناها السنة اللي فاتت دوري وكأس مهم جدا عشان نوصل لبطولة افريقيا وبطولة الكؤوس واحنا فيزين بالبطولتين كل التوفيق لفري السيدات اللي ماشي بخطة ثبتة الحمد لله بدون ولا هزيمة هذا الموسم كل التوفيق ليهم فرق كرة اليد سواء رجال او سيدات يسير بخطة يعني ثبتة ده طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم مجلس الادارة والنشاط الرياضي باللعبيات واللعبين وكمان الاجهزة الفنية المتفاهمة والمتجنسة سواء استقرار فني استقرار إداري نادي موفر كل حاجة لألعاب الجماعية حاجة يعني جميلة جدا جدا هنروح لمنتخب مصر لكرة السلة واللي بيلعب بطولة الودية في قطر بطولة لوسيل عايز اقول لكم ان البطولة دي يعني اعداد لكأس العالم في قطر او يعني من ضمن سلسلة بطولاتها تستضيفها الدوحة استعدادا لكأس العالم لكرة السلة اللي هيكون 20-27 في الدوحة البطولة دي شارك فيها منتخبات كثيرة يعني يمكن اغلب المنتخبات ما راحتش بالA تيم او بالفريق الاول راحت بالفرق التانية او الB تيم ولكن منتخب مصر اضطر يعني هو يروح بالفريق الاول عشان عنده تصفيات بطولة افريقيا بعدها بايام يمكن المنتخب يلعب بعد قليل مع قطر في نهاء البطولة ثلاث الاهلاو كالليدور كبير في التأهل بعد الفوز في مبارتين خلينا نعرف ايه هما المبارتين وخلصوا بنتائج عملة ازاي افكر حضراتكم ان اللي بيقود الفريق هو هنريك رودل المدير الفني الكندي واللي كان ماسك نادي الاتحاد السكندري سابقا الموسم اللي فات البطولة دي بتتلعب من 15 ل 18 فبراي اللي احنا فيه اول ماتش كان مع البحرين وفوزنا 83-64 الماتش التاني كان مع منتخب نلعب كمان شوية مع قطر بس الجولة الاولى كانت منتخب البحرين دولة تانية كانت مع منتخب الاردن 95-98 منتخب الاردن مش رايح منتخبنا هلعب كمان شوية زي ما انت حضراتكم مع قطر وقطر اتصدرت المجموعة ناحية تاني المفازة على السعودية ووسط افريقيا نظام البطولة بنص على سعود اول كل مجموعة عشان يلعبوا في الذهب على الذهب وصاحب المركز التاني من كل مجموعة يلعبوا على البرونز اما اصحاب المركز التالت يلعبوا على المركزين الخامس والسادس طبعا للالماني هنريك رودل المدير الفني ضم تلات لعبين من نادي الالي عمر الجندي كريم حاتم عمر طارق وطبعا سيف هنداوي احد لعيب نادي الالي بالعافل الانبيئي اكاديميا عمل بطشاط جمدة اوي سيف الله اكبر حاجة كويسة وعند خبرين انفراضين لكم عن لعيبة النادي الالي متخبنا هلشارك في البطولة دي زي ما قلت حضركم استعدادات في بطولة افريقيا وتصفات بطولة افريقيا هتعمل في القاهرة 23 و25 اللي جاي ان شاء الله طيب الانفراضين اولا سيف هنداوي مضى في احد الجامعات بالولايات المتحدة الامريكية هو كده خلاص تخرج رسميا من الانبيئي اكاديمي الاخبار اللي وصلتني انه سيف هنداوي خلاص وقع لاحد الجامعات بعد ما عاد جريد 12 اخر سنة في الدراسة هناك في امريكا الدراسة مرتبطة باللعب يعني ما اقدرش يلعب في دور الجامعات اللي ما يخلص السنة العامة اللي هي جريد 12 هناك هو عادها ومن حققك بتعيدها عشان تحسن مش زي مصر يعني الموضوع مختلف شوية او نظام التعليم الـ SAT تعليم ده مختلف شوية عن مصر فهو عاد جريد 12 عشان يحسن من مجموعه هو التحق باحد الجامعات الجيدة سيف هنداوي ماشي بشكل كويس طب ايه ده الخبر الاول الانفراض واتوقع انه سيف يعني بيلعب جارد بيلعب هين جارد وشوتنجارد وسمول فورورد والله اكبر فوق الاتنين متر اللعيب ده قماشة قماشة NBA اسمعوا مني الكلام ده وانا قلت الكلام ده من سنتين على عبدالله ناصر قلتلكوا عبدالله ناصر لعب نادي الاهلي ولاعب الناشئين قماشة NBA عبدالله ناصر مقطع الدنيا في الجيليك وعبدالله ناصر خليكوا فاكرين كلمتي وسجلوا ورايا عبدالله ناصر من احد اللاعبين المرشحين بقوة انه يكون لعب في الـ NBA او لعب مصر في الـ NBA وده يعني انجاز كبير هيكون لنادي الاهلي ومن قبله طبعا اكيد نادي الشمس اللي هو كان فيه لعب وبعا كده نضم لنادي الاهلي هو صغير السن ولكن اللي عايز اقوله انه عبدالله ناصر وسيف هندوي وماشة NBA وماشة NBA طيب الخبر التاني واللي اسعدني جدا انا كان بيني وبين هاب امين تليفون قبل الهوى على طول وكنت الحقيقة بتطمن عليه لان انا عرفت انه عنده مزقف العضلة الخلفية في الكتف ومقدرش يلعب او يروح يلعب بطول القطر ولكن كان كل المحاولات انه يلحق تصفيات افريقيا هنا الخبر الحلو انه هيلحق خلاص الحمد لله رب العالمين هو في الرتوش الاخيرة يمكن كان النهاردة عنده جلسة او عنده جلسة علاج طبيعي في الرتوش الاخيرة علاج الطبيعي يمكن بكرة او بعده يبتدي تمرين اتمرن تمرينة كاملة فالنهاردة هاب امين قال لي انه هيلحق بالمنتخب فورة عودته هيلعب مع منتخب مصر وده لعيبة رجالة يعني هاب امين لعيب راجل اي مدير فني في مصر يتمنى او مش في مصر يتمنى هاب امين هاب امين يكون معاه يعني اقول لك على حاجة لعيب بيبقى مستوى عالي ده طبيعي ولكن مستوى عالي راجل ده بيبقى قليلين دايما انه يكون بيخافوا عن نفسهم اكتر وهون يحس بحاجة بيكش ولا كانزل يبقى مية في المية سليم هاب امين مش كده هاب امين على طول بيلعبوا هم السليم لعيب راجل الف حمد الله على السلامة ده خبر اسعدني زي ما اسعدني خبر محصر رمضان بالزبط ان الحمد لله صبته اصابة طفيفة وده كان انفرادنا في الخبر اللي يخص كرة السلة باذن الله هنروح لكرة السلة سيدات كان عندهم مباراة مبارح مع نادي سبورتنج في صالة سبورتنج في اسكندرية الحقيقة المباراة دي كانت مش لها تأثير كبير الحقيقة لم يوفقنا الحظ رحنا لمباراة رحنا لاكستراطايم في المباراة الاساسية او الوقت الاساسي خلص بالتعادل شأن وشأن مباراة كرة اليد للرجال وفي الاكستراطايم لم نوفق في المباراة وانتهت بفوز نادي سبورتنج طب المباراة تأثر علينا زي ما قلت لحضراتكم لا مش هتأثر انت كده كده رايح البلاي اوف ولكن كانت المباراة دي معنوية مين بيقود الفريق كابتن طريق خيري المدير الفني لنادي الاهلي والمباراة انتهت باثنين وتمانية اربعة وسبعين بيقود فريق نادي سبورتنج محمد محروس الشهير بحورس طيب ده كان المباراة النهائية في الدور الاول لسه الدور التاني نفس الحال بالنسبة للرجال الدور التاني هيلعبه بقى رايح جاي تاني ماتش سبورتنج التاني هيكون عندنا في القاهرة ان شاء الله نتمنى الاول او التاني مش فرق اكتير هنروح لبلي اوف وبعد كده دور التمانية دور الاربعة وبعد الفينال عشان كده بقول لحضراتكم زي ما شايفينهم زاكرين يد رجال يد سيدات سلة رجال سلة سيدات خلاص احنا في العشرة متر الاخارة في الدوري وهو موسم الحصاد اللي الحقيقة بيفتح لك بعد كده بقى فوزك بالدوري والكؤوس او الدوريهات والكؤوس بتفتح لك بوابة المنافسة الافريقية مهم جدا الشهرين دول ويمكن اكتر واحد هيكون على عصابه في الشهرين ده يعني قابلينا كلنا هو كابتن خادر العوضي مدير نشاط الرياضي الرجل الكف النشيد الحريص المحب للنادي الاهلي واكيد طبعا بالمتابعة مع مجلس ادارة النادي الاهلي اللي هو الدعم الاجبر والاساسي بالرئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي بيدعم الالعاب الاخرى لحقيقة بشكل غير مسبوك كل التوفيق لان شاء الله فريق السيدات يعود ده ونقدر يفوز بالدوري ان شاء الله والكأس هذا الموسم بإذنك رب بعد الخسارة من المرتبط من سبورتينج بإذن الله هنروح بقى للكرة الطائرة ناخدها رجال وسيدات وزي ما قلت لحضراتكم برضو المباريات خلاص في النهاية بكرة ان شاء الله فريق الرجال هيلعب اول مباراة في سلسلة مباريات البلي اوف في دور التمانية من الدوري في نهايات الدوري مع او الشرق الردخان المباراة هتتلاعب بكرة ان شاء الله على صالة اتحاد الشرطة الرياضي المباراة مهمة ايوة مهمة فوزك بمباريتين وراء بعض يضمن ليك التأهل قبل النهاية بس خلينا أقول لكم كده يعني سر ان المباراة دي كلها ان شاء الله تفوز فيها ولكن هي أعداد للايه لأول اختبار حقيقي للرجال القادم ألا وهو مطش السوبر المصري او بطولة السوبر المصري ولها تتلاعب خمسة وعشرين سبعة وعشرين ونجيب لحضراتكم جدولها والفرق المشاركة فيها ان شاء الله فور الاعلان عن ذلك طيب احنا لعبنا في دور التمانية التصطيفي مع نفس الفريق الاسترين كاببني وفوزنا عليه بنتيجة واحدة في المطشين 3 صفر بس المطشين دول القرع وقعتنا مع تاني في الدور التمانية النهائي اللي هو الاقصائي بقى خلاص زي ما قلت حضراتكم مباركة الليل بكرة ستة بالليل على ساتة اتحاد الشرطة الرياضي بيقود الفريق مستر فرناندو منذ المدير الفني الاسباني قائد منتخب اسبانيا السابق لسنوات طويلة نتمنى كل التوفيق لهذا الفريق احنا تفرجنا على الفريق مطشين 3 اتزاع على قناة النادي الاهلي الفريق شكله متغير ولكن تغير الاحسن ولكن احنا قلنا واتفقنا احنا مش يعني نتكلم اه كويس طبق مستر فرناندو منذ المدير الفني واللي كان ضفنا في احد الحلقات والراجل الكلام حلو جدا يعني عقلية منتاليتي ملتزمة كنترول على قط اللبس نتمنى له التوفيق وده ان شاء الله نتوقعه بقوة طيب انتم طبعا عارفين ان احنا دلوقتي معنا اتنين محترفين في الافول تيم الحمد لله ما عندناش اصابات التلاتات تمام الاربعات تمام لتنات البروهات كل صناع الالعاب كل فرقتنا كاملة يتبقى التوفيق واول اختبار تاني حقيقة لينا هيكون بطولة السوبر المصري اللي هتبقى يوم خمسة وعشرين وسبعة وعشرين بفاصل يوم راح ان شاء الله نحتفل بفوز ان شاء الله فريق الكرة الطائرة رجال بأول بطولاته المحلية هذا الموسم هنروح للسيدات نفس الوضع عندهم دور التمانية ان شاء الله ولكن واعتهم القرعة مع نادي الشمس احد الفرق الكويسة جدا في الدورة ولكن هي دي القرعة واعتك معاه في دور التمانية برضو بيستوف تري مباراة مباريات مهمة ولكن المباراة دي هتتلعب يوم تسعة وعشرين فبراير واحد مارس ولكن برضو اول اختبار حقيقي لهذا الفريق فريق السيدات او فتيات الزهب للكرة الطائرة بقيادة كابتن ابراهيم فخر الدين القدير كابتن ابراهيم فخر الدين اول اختبار هيكون دوري السوبر المصري اللي هيكون قبل السوبر للمصري رجال واللي هيكون يوم 24-26 يعني عندنا 24 مباراة للسيدات 25 مباراة الرجال 26 السيدات 27 الرجال يعني يوم بالتبادل يوم الراحل الرجال هيكون فيه يوم للسيدات نتمنى ان شاء الله بطلطين في اربع تيام لفرق الكرة الطائرة واكيد دي هترفع معنويات الجهاز كله او هترفع بعد ما فاز على نادي الزمالك الموسم الماضي طبعا السنة دي طبعا موسم قوي ولكن تم تدائم الفريق بصفقتين في شهر يناير اللي فات والفريق طبعا شاهد عودة طبعا سهيلة وفيق صنع الألعاب بعد رحلتها الطويلة في الـ NCAA دولي الجامعات حقيقة يعني كل التوفيق ليهم نتوقع ليهم الفوز بإذن الله ونادى حمدي طبعا شاركت يعني أنا أقول لكم أنه الأجانب بتوعنا تمام يعني إن شاء الله نتمنى الفوز بطولات أتبقى متشاط صعبة متشاط صعبة ولكن احنا خسرانين طبعا أي الشامي حتى الآن أفضل ضربة في أفريقيا ولكن كلنا ثقة في الفريق كابتب مهين فخر الدين أعد الفريق بالكامل أعد الاسكواد كان دايما من خلال متغطيتنا بيشارك كل اللاعبات عشان المتشاط دي ما فيش وقت خلاص بقول لحضراتكم في العشرة متر الأخيرة هذا الموسم شهر مارس وإبريل ومما تبقى من فبراير هيكون هو ده وقت الحسم إن شاء الله هنروح نتابع أخبار أبطالنا في الاسكواد عندنا مصطفى عسل بيلعب في بطولة وعندنا يوسف سليمان لعب نادي ألي بيلعب في بطولة تانية طب خلينا نروح لمصطفى عسل مصطفى عسل حقيقة رحلته انتهت في بطولة هيوستن المفتوحة للسكواد من ربع النهاية كان الحقيقة البطولة بتتلاقي في ولاية تكساس الأمريكية في الفترة من 13-12 فبراير اللي احنا فيه مجموعة جوائزة 110 ألف دولار وهي من البطولات الذهبية في البي اس اي أو دوري المحترفين للسكواد مصطفى كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الكولومبي جوان فارجاس بنتيجة 3-0 مصطفى كان خسر دور الثمانية قدام زميله ونجم مينادي دجلة مازين هشام 3-2 مباراكة قوية جدا وخسر مصطفى عسل 3-2 كده انا قبل ما اجي من شوية قريت خبر ان مازين هشام اللاعب اللي خسر منه مصطفى عسل في دور الثمانية وصل الفاينال عشان هيلعب اللاعب المصري تقريبا فرج هيلعب فعليه فرج في النهاء طبعا ده دل قديه كان هو يعني جاهز او كان مازين هشام كان جاهز بشكل كويس للبطولة يمكن مصطفى عسل مجهد من اشتراكاته المتكررة مازين هشام يمكن اول مرة او يعني من المرات الليلة اللي قرينا اسمه في البطولات اللي فات فهو كان في فورمة احسن من مصطفى عسل هارد لكا مصطفى ان شاء الله اللي جاي احسن هنروح ليوسف سليمان نجمنا نجم الاسكواش المصري واللي بلعب بطولة اخرى اسمها اونفاير واللي بتتلاعب في العاصمة الامريكية واشنطن ومجموعة جوائزة خمسين الف دولار بخلاف طبعا من هشتن هشتن مجموعة جوائزة مية وعشر الف دولار يوسف سليمان اللي عام منتخبنا الوطني وصل لنهائي بطولة اونفاير ربنا معاك وربنا وفاك يا يوسف هاي لعب مين كان مشواره بدأ الاول بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الهندي في لفان سانتي كامار ده اللعب الهندي بنتيجة 3-0 دورة 16 وبعدين كسب الانجليزي تود هاريتي بنتيجة 3-1 في دورة 8 وفي قبل النهائي فاز يوسف على زميله في المنتخب بلنجم النادي ودي ديجل يوسف ابراهيم ب3-1 ويوسف سليمان هلعب النهائي مع الاسباني كير باجيرس طبعا دي في المباراة النهائية واللي كسب قبل النهائي كسب الفرنسي فيكتور كراون كده الحقيقة نكون خلصنا اخبارنا داخل النادي الأهل هنروح الحقيقة ليه خبرين محليين وهما خبرين بيتكلموا عن بطولة عالم هنتكلم عن بطولة عالم للجنباز الأول وبعد كده هنروح لبطولة العالم في السلاح مصر بتحتضنهم هذه الأيام او واحدة ابدت خلاص والتانية على وشك انها هتبتدي افتتاح تاريخي وافتتاح رائع لبطولة الجنباز بطولة العالم للجنباز واللي اتعاملت على صالة واحد في استاد القاهرة الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولة استضافت حفل اتتاح بطول الكأس العالم للجنباز الفني رجال وسيداته اللي بتتلعب هنا في مصر في الفترة من 15 ل 18 فبراير اللي احنا فيه البطولة دي من سلسلة بطولات المؤهلة للأولمبياد باريس 20-24 وبدأ حفل اتتاح الرائع بعرض للموزع الموسيقي هشام خرمة مع مشاركة 300 لعب ولعبة من 37 هيئراضية من جميع انحاء الجمهورية في عرض الفتاح اللي اشاد بكل البعثات والمسؤولين الدوليين وبعده كان فيه قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجنباز وعدو لجنة تنفيذية فيه للاتحاد الدوليين زي ما حضركم شايفين يعني افتتاح أسطور الحقيقة للجنباز المصري البطولة مشارك فيها 70 دولة بإجمال 293 لعب ولعبة كأكبر عدد من الدول في البطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبياد وكان الاتحاد الدولي الجنباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار 3 سنوات متتالية 22 23 و24 مع قطر وألمانيا وأذربيجان كاميرا الأبطال كانت موجودة في حفل افتتاح صورنا التقييد ده أتفرج عليه بحضراتكم ونرجع لبعض دياني احنا بدين استعدادات بقالنا كتير بقالنا أكتر من 6 شهور البطولة والحياة البطولة ما كانش متوقع هذا الكم من المشاركة الدولية من الدول من بره البطولة هي عبارة عن بطاقة التأهيل للأولمبياد بتاعت باريس فكان لازم يكون الافتتاحة لأد الحدث فالحدث هو احنا عملنا سلوجن للبطولة هو حلمنا واحد حلمنا واحد بنيدي أمل للجيل الجديد أبطال الجمهورية من مصر انه هما يكون عندهم حلم الوصول للأولمبياد فهم أبطال العرض النهار فكرة كانت الهدف من ان الجنباز معروف من ألاف السنين فالاتجاه في عرض الافتتاح ان احنا بنأكد ده و بنحاول نوريلي العالم كله ان احنا الرياضة بدأت من زمان جدا من قام الفرانا و العالم كله بيحب أجمل حاجة في مصر و المزارات السياحية والمعابد فكان ده السين بتاع البطولة النهاردة ان احنا في معبد كبير بنحاول نوصل أبطال الأولمبياد يعني الانتقال من الماضي للحاضر فان شاء الله يعجبكم بإذن الله حارض الافتتاح حقيقة احنا لعبين الجنباز تقريبا في فترة إعداد مستديمة على مدار فترات طويلة جدا لان احنا البطولات مطلحقة يعني احنا النهاردة في كاس العالم القاهرة الاسبوع الجاي في كاس العالم المؤهلة للأولمبياد ايضا في قدبس في ألمانيا هو استكمالا لسلسلة كؤوس العالم المؤهلة للأولمبياد فالحقيقة الاستعدادات داخليا في المركز الأولمبي لمنتخبات القومية منتخب المصري في معسكر مغلق بقاله فترة طويلة جدا اكتر من سنة تقريبا للاستعداد لكل البطولات المؤهلة للأولمبياد مش بس كاس على مقايلة الحقيقة البطولة دي بطولة مهمة وده كاس عالم بيتعامل كل سنة والحقيقة هي بطولة العالم جزء من التأهل باريس عشرين والعشرين وده من هنا جات اهمية البطولة واهمية عدد المشاركين وكمان مستوى اللاعبين المشاركين الكبار اللي جايين يعني فيهم لعبين واخدين من دليلات أوليبية بطولات عالم بصرعين دولة لأنها البطولة مهمة في التأهيل ومتين تلاتة وتسعين لاعب وبينول تلتمية والعرض الحقيقة والتنظيم بيتم عن طريق الاتحاد نفسه ولاده ولاد اللاعب الحمد لله باديقين بقالنا فترة كبيرة جدا للتحضيرات يعني مجموعة العمل كلها ودكتور إيهاب رئيس الاتحاد طبعا ومجموعة لأسية لجنة الرئيسية بتاعت البطولة بقالنا فترة شغالين ومسكنا كل نقطة كده يعني من زمان وحقيقة عارفين احنا عملنا كذا بطولة السنة اللي فتت والقبلة والقبلة في يعني المرادة احنا كنا أفضل في الترتيب كمان من مرة فتت وكان فيه تفاصيل ساعات البطولات اللي فتت يعني بدبقى واقع من هنا شوية فاحنا الحمد لله المرادة غاطينا أكتر التفاصيل بشكل أكتر بنا مركزين أكتر الناس المجموعة العمل بقت عندها خبرة كويسة في العمل وكل اللاجنة بقت عارفة بتعمليه كويس قوي وكل مرة الحمد لله احنا بنطول من نفسنا وإن شاء الله نعمل بطولة كويسة للسادة المشاهدين وانبقى فخر المصر بإذن الله مجهود كبير مجهود في خبرة برضو لأن دي نسخة تالتة للبطولة الحمد لله من أكبر بطولات كسات العالم اللي قيمت على مدار يعني إقامة بطولة كسات العالم أكتر من سمعين دولة 20-93 لاب أولمبيين عالميين كلهم جايين ينفسوا في بطولة شرسة جدا يعني تنافس بطولة العالم عشان يقدروا يتآهلوا لدورة لعب الأولمبية إن شاء الله مش هقول بس تعالوا عشان اسم مصر والناس تشوف إن إحنا فعلا من أكتر الدول اللي هيها شعبية كبيرة في الجنباس لكن دي خبرة للولاد مش هنقدر نعوضها تاني البطولة جات لغاية عندنا إن ابنك يشوف إي بلاس لعبين أولمبيين لعبين عالميين دي خبرة مش هتقدر تعوضها تاني لأنك لو هتعوضها تاني هتعوضها بالفلوس كثير جدا إحنا طبعا فخورين إن بطولة زي دي بتقام على أرض مصر أرض الفرعانة لأن إحنا دلوقتي موجود أكتر من سبعين دولة مشاركة في الإيفان ده حوالي 295 لاعب فإحنا عملنا العدد مرتين عن السنة اللي فاتت ودي بطولة مهمة مش بس عشان هي مؤهلة للأولمبياد بس عشان كمان اللي تأهلوا الإنبياد بيجربوا نفسهم على الأجهزة اللي حتبقى في باريس 20-24 فالحدث ده مهم لكل أبضال العالم إن هم يبقوا متوجدين على أرض مصر وهم بعد مشاركات في كزا دولة بقت مصر من الدول المحببة إن هم يجووا يشاركوا فيها الحقيقة أفضل أقول إن البطولات دي لها قيمة كبيرة اللي تنصدف على الأرض مصر خاصة الفنية والإدارية طبعا غير السياحية لأنه طبعا النهاردة لما كل العالم بيشارك عدد كبير جدا من اللاعبين واللعبات وجنسيات مختلفة يعني بنتكلم في 40-50 دولة موجودين على الأرض مصر في حدث واحد والأحداث كتيرة بتتكرر ده في حد ذاته يعني يعني العالم كله بيشوف وضع مصر بيشوف إيه البنية التحتية الرياضية اللي موجودة في مصر بيتعامل مع الدولة ودايما بتبقى يعني مصر حاضرة في كل الدول من خلال بطولة نظمتها في 3-4 أيام على أرض مصر نفس الكلام عندنا بطولة عالم في آخر الشهر تحديدا يوم 22-25 فبراير وهي بطولة العالم أو كأس العالم لسلاح الشيش طبعا السلاح وكلنا بنتكلم عن المهند الشييفة العريان الحلقة اللي فاتت وهو من الاتحادات النكحة زي الخماسي اللي بيقوده المهند الشييفة العريان أيضا اتحاد السلاح الشيش واللي بيقوده الأستاذ عبناء الحسيني برضو من الاتحادات اللي شغالة واللي بيلعبوا على رانك أول تاني تارة العالم رابع يعني دايما دقلين في التصنيف العالي يمكن احنا على مستوى الشباب في السلاح احنا أبطال عالم أو بنتصدر رانك العالمي الألعاب الفردية دي بتبقى دايما لها رانك بيتغير كل شهر ولكن احنا دايما بالبطولات اللي احنا مشارك فيها بنبقى في رانك عالي طب ايه قصة البطولة وكأس العالم خلينا أقول لكم تفاصيلها بشكل أكبر أعلنت اللجنة المنظمة لبطول الكأس العالم لسلاح الشيش للفرق والفرد للرجال وسيدات برئاسة كابتن أحمد سمير الميداني قفل باب التسجيل في البطولة اللي هتتلاقي في الفترة 225 فبراير اللي احنا فيه بإذن الله على صالة واحد واثنين بنجمع الصلاة باستاذ القاهرة البطولة المفتوضة هيشارك فيها 396 لعب ولعب وده الكلام اللي كنت بقوله منذ لحظات من كم دولة يا جماعة؟ يعني عايزين نركز كده في عدد الدول 52 دولة بواقع 224 لعب و 172 لعب رقم كبير 52 دولة تخيل 52 دولة بيقولوا يا جماعة وحقق لعبونا في البطولة اللي بتتلاقي فيها القاهرة 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 فانت نجحت الانتشار بشكل كبير الدول اللي اكدت مشاركتها في البطولة عد معايا بقى كده مصر الجزاري الأرجنتين أرمينيا أستراليا النمسا بلجيكا البرازيل كندا تشيلي الصين قدفوار كولومبيا كرواتيا جمهورية التشيك الدنمارك أسبانيا فرنسا بريطانيا ألمانيا اليونان هون كونج الماجر إيرلندا إيطاليا اليابان كزاخستان كوريا لبنان المغرب ماليزيا مالي بيرو بولندا البرتغال بورتوريكو قطر السنغال سنغافورة صربيا سويسرا تايوان تونس تركيا أوركرانيا الولايات المتحدة الأمريكية أسباكستان جمايكا رومانيا سولفاكيا السويدة الأمارات العربية المتحدة كل القرارات هنا في دولة موجودة أكتر يمكن أوروبا لأغلب ولكن 52 دولة موجودة على أرض مصر في السلاح أحد الألعاب الأولمبية زيها وزي الجنباز اللي كنا بنتكلم عنه من شوية عشان يتنفسوا على أرض مصر البطولة بتحظى باهتمام كبير من الدول اللي هتشارك فيها بسبب أنها أحد المحطات المهمة في مشوار التأهل لباريس عشين أربعة وعشرين طيب مصر كانت ناكحت في استطافة كأس العالم من سلاح الشيش السنة اللي فاتت وكانت تلعبت في العاصمة الإدرية الجديدة والكل اللي أشاد بيها وبنوعنا علي الاتحادي الدولي يدى المصر شرف تنظيم كأس العالم اللي هتنظم تحديدا في الفترة 225 اللي احنا فيه ولكن مش على العاصمة الإدرية ولكن هيكون فيه صالة واحد وصالة اتنين فاصلة امتلك من البنية التحتية ما يؤهلها لاستضافة أكبر البطولات يمكن أنا أتمنى لو أنا بفكر معكم قبل بطلع يفاصل عشان ستقبل ضيوفي اللي هينوروني إن شاء الله بعد الفاصل وقول لكم هم مين ونرجع مع حضراتكم مين هيكون ضيوفي دايما بقول إن احنا ممكن نبتدي بالألعاب الأفريقية دورة الألعاب الأفريقية دي بتبقى حاجة مصغرة أو حدث مصغر من الإنمبيات العالمية أفريقيا بيجي لك كل دول العالم أغلب البطولات الإنمبيات فالحقيقة ليه لا ليه ما نقدمش يمكن الألعاب الأفريقية تتلاقي في غانا في شهر ثلاثة اللي جاي أتصور إن احنا يعني ممكن مصر لو صدافة بطولة زي دي تنجح فيها خاصة إن أنا أتذكر آخر واحدة كانت ساتين وتسعين واحدة سعين كنتنا صغير ساعتها وكاي بتلعبت على صلة واحدة لسه استاد القايرة يقومش خصيصا لهذه البطولة وإنا شايف إن مصر ممكن تسخن ببطولة زي دي برضو تبقى كويسة بتابعة اللجنة الإنمبيات الدولية تقدر تستضيف ليه لا ما نحطش حلم وترجط إن احنا نستضيف الأولمبيات ليه لا ما حدش يقول يعني ما حدش يقول غير كده ليه ما نستضيفش كأس عالم خاصة إن كويسة العالم دلوقتي ممكن أكتر من دولة تنظمها يعني أنا بحلم معاكم يعني فالنهار دا البطولات دي كلها بتحطك على خريطة الاختيارات الدولية في كل اتحاد وكل هيئات خاصة إن دا عندك كوادر إدارية كويسة جدا كوادر فنية عندك كمان بنية تحتية في الملاعب وبنية تحتية في الطرق بنية تحتية في الإقامات كأوتلات يعني عندك بنية تحتية صحية كمان تقدر بيها تصديف الفرقة دي وتعمل مراكز صحية عندك كل حاجة ما عندكش حاجة تنقصك الحقيقة وبعد ما تتفتح العاصمة الإدارية أو المدينة الإنوبية المصرية في العاصمة الإدارية كاملة تفتح فيها حاجات دلوقتي أو بعض المنشآت ولكن عند إتمام افتتاحها هتبقى قيمة مضافة كبير للبنية التحتية المصرية الرياضية كده الحقيقة خلصنا كل أخبارنا وإذا ما شفتوا حضراتكم اجتهادنا نجيب لكم الأخبار خلال يومين التلاتة اللي فاتوا يعني اللي حصلت في داخل جدران نادي الأهلي محلياً وأيضاً عالمياً هنطلع للفاصل عشان نستقبل ضيوف مين ضيوف النهاردة؟ هم أبطال الكرة الطائرة جلوس وهما تاني العالم خدوا تاني العالم في بطولة العالم اللي تلعبت في آخر 20-23 واللي كان بتتلعب على أرض مصر وخسروا ولم يوفقوا في النهاية قدام إيران وده ممكن كان المرة الأولى لمصر تاخد المركز التاني ممكن هم حققوا ثالث عالم قبل كده أو رابع عالم ولكن دي كانت المرة الأولى اللي ياخدوا تاني عالم وبعدها بشهرين منذ أيام قليلة شاركوا في بطولة أفريقيا وفازوا بيها بالرغم من تأهلهم إلى المباراة أو إلى ألمبياد 20-24 الباراة الألمبيا مش محتاجين كانت ماتش الأفريقية أو مشاركة الأفريقية ولكن شاركوا وفاذوا بالبطولة هم أبطال من عيار ثقيل هيكونوا معايا بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وفي الستوديو الحقيقة من ورنني أبطال الطائرة جلوس تاني العالم في بطولة العالم تلعبت في آخر 20-23 في المبرانة الهائية بعد الخسارة من إيران وقدوا أداء كبير يمكن في هذه البطولة رحنا بعد كده بطولة أفريقيا وخدناها وفوز على نيجيريا وتأهلنا لأولمبياد باريس 20-24 في الحقيقة في البداية أرحب باللواء منصور محمدي نائب رئيس الاتحاد المصري كرة طائرة جلوس والمشرف على المنتخبات القومية والأب الروحي لهذه اللعبة أهلا بك ساتة اللعبة أهلا وسهلا بحضراتكم منورنا وألف مليون مليون مبروك الله يخليك يا رب وشعزين نقول مثلا إيه قناة الأهل دائما تسباقها معنا في مجال كرة تيرابر لنبي من سنة 2000 وإحنا وراك وفضهروك وسعداء بهذا الإنجاز الكبير برحب كمان بالكابتن أشرف زغلول شعراوي نجم منتخب مصر وأحد أبطال هذا الإنجاز أهلا بك يا كابتن أهلا بك وأهلا بسادة المشاهدين وأهلا بالنادي الأهلي وكل حبيب النادي الأهلي في مصر والوطن العربي والعالم كل منورنا وألف من يوم مبروك الله يبارك فيك وأسعدتونا كثيرا بهذا الإنجاز الله يبارك فيك ومبروك لمصر سعد تلو أجل حضرتك يمكن أنتو كان عندوك بطولتين يعني مهمين جدا بطولة عالم أخر 20-23 وبعد كده بطولة أفريقية خدنا تاني عالم وبعد كده روحنا أفريقيا إيه ملابسات البطولتين بطولة العالم إزاي نظمناه في مصر والبطولة العالم اللي قبلها كانت أمت وعملنا فيها يعني رجعني 23-24 كده اوصل معي لغا بطولة أفريقية بسم الله أحب الرحيم في البداية بشكر قناة الأهلي والقائمين على قناة الأهلي وفي البداية بشكر يعني بنواجه هذا الإنجاز في الكرة الطائرة تاني عالم بعد إيران وأول أفريقيا والتأهيل لأمبياد بريس إن شاء الله لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا بنقول إحنا وراه وإزاي ما إحنا بنقول فيه إنجاز في كل عمل لكل مصري يتولاه لازم يؤدي بإخلاص عشان يرفع عالم مصر خفاقا برغم الظروف المحيطة بين كلنا ولازم إن كلنا تعاون ونتكاتف لظهور مصر في المحافل الدولية كلهم فيما يخصهم أشكرك يا كابتن وطبعا دي كلام أنا حي حددك عليه وبشكر مشاعرك الصادقة يا كابتن وبنشكر الدكتور أشف صبحي رئيس منظومة الرياضة في مصر والجهاز المعاون معاه اللي هم المختصين بالرياضات المعاقين الدكتور عمر حدد الدكتور أحمد الشافعي الأستاذ محمود عبد العزيز والجهاز المعاون معاه الدكتور راشد دولة الكتيبة الخفية وراء جميع الإنجازات الكرة الطائرة نرجع لكاس العالم وتنظيمه احنا قعدنا بتنظيم كاس العالم ده حوالي خمس تشهر ليه؟ عايزين نخرج الإخراج لبطولة العالم حاجة ما حصلتش في جميع المحافل الدولية اللي أنا دخلت فيها أو اللي أنا شاركت فيها سنة 2000 فعلا كان إنجاز كل العالم اتكلم عليه التفاخر بمصر قالك فعلا دي مصر دائما صباقة في كل حاجة أنا سفرت 3 دورات أولمبية أربعة كاس عالم ما لقيتش هذا الانجاز بتاع برنامج حفل الافتاح مش أنا اللي بقول لو أنا قلت بقى أنا إيه شهدك مجروحة شهدك مجروحة ولكن الاتحاد الدولي قالك احنا ما كناش متخيلين أن مصر تبقى في هذه الروعة صالة الجديدة بتاعة العصامة الإدارية المدينة الرياضية تنظيم على الأعلى مستوى كل حاجة على الأعلى مستوى نرجع لإنجازات الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الإمكانات اللي موجودة وفضل المجود اللي أنا كنت شغال مع الولاد أول ما بدأت سنة 2000 مع الفريق اللي هما بتم ولادي زي ما حياتك شرفت كده وقلت في الأول خالص كنا كتيبة قلبنا على القلب بعض وده اللي احنا بنقوله في كل المحافل الرياضية والمتخابات القومية لازم نحط مصر في المقدمة لازم نحط مصر فيه قبل الأسرة قبل الحاجة الشخصية مصر ده يعني مش عايز أقولك لما نقطع نفسينا كده لازم نخرج اسم مصر اسم مصر ده لما تحطي العالم مصري مرفوع كده على الساري لوحدك لا تتخيل ان اسم مصري ده لما العالم يترفرف كده شعورك كده ايه شعورك وانتبرك ما حسهاش غير اللعب اللي هو اللعب واللي هو اللعيب الرياضيين بيحسوها لأنه طبعا بيكون فيه مراسم على متعيب الرياضيين بيحسوها قوي قوي لأنه بيقى فيه احتفاء بالعالم المصري ما نحسهاش اللي اللي هو شافها خلاف اللي هو شاف اللي هو في الملعب انما لما تشوف التلفزيون عادي شعور عادي انما لما تشوف كل ده وتشوف انجازاتك وتشوف انجازاتك ولادك كلها تمام والحمد لله ربنا وفقنا في تاني عالم عملنا مع ايران مطشو كويس اللعيب قدت كلها حاجة يعني فخر المصر اللعيب الموجودة دلوقتي وبعده على طول كان بطولة افريقيا دي المؤهلة للومبياد باريس والحمد لله الولاد ونقول لولاد لي لأنه معتبر ولادي لما طبعا تمام اه قدم على اجمل وجه تمام وهيشرفوا مصري في بطولة الدورة البارالنبية باريس الفين اربعة وعشرين خلينا ست اللي هو استأذنك نروح لأشرف نسألوا بقى عن الفتر الفاتح خاصة انت قلتلي وإحنا قبل الهواء يا كابتل أشرف ان حدق تديت ساعة تمانية وتسعين يعني انت كنت في الفيوم وانتقلت للعيش في القاهرة او العيش في المدينة القاهرة عشان ست اللي هو كان ساعتا بدأ يختارك تلعب يعني كلمني عن بداياتك وازاي لتحقت منتخب مصر والله انا لعبت قرى طايرة بداياتا منه انا في دور المدارس نعم واكتشفني في محافظة الفيوم الكابتن محمود عبدالنبي طبعا اوجه للتحية من خلال قناة النادي الاهلي في خلال السنة واحدة تم تجهيزي مهارية فكرة سنة كاما كابتن؟ كان في 88-89 ممتاز بعد ما تولى الكابتن منصور مباشرة من المنتخب شافني طبعا وانا كنت لعب اعصر وكان مواصفات اللعب القرى الطيارة كانت منطبق علي شافك فين ست اللي هو كان اول حاجة كان عمل اختبارات في المنتخب وكان فتح ودي كان اتميزة كويسة للكابتن منصور انه كان بيقول باب المنتخب مفتوح لأي حد اي حد شايف نفسه ان هو يصلح يتفضل فانا افاكر يعني الحدث ده فاخدت زمايلي من فريل الفيوم وجينا الكابتن منصور في اتحاد الشرط الرياضي وانا كابتن احنا عايزين نلعب المنتخب مرش ودي ومين اللي وصلك بسات اللي هو ساعتها هو ساعتها طبعا هو كان الكابتن منصور اللي هو المدرب الفيوم كابتن محون عبدالنبي قال لي الكابتن منصور هو زابط في التحاد الشرط الرياضي وهو مسك المنتخب وشخصية عظيمة وكويسة فروحه هو يعني هي ساعتكم صحيح وكانت البداية بفضل الله يعني طبعا استعب معي كتير حقيقي يعني ما عمل من العيب الحمد لله هو أول ما شافك إلا يعني فكر لي برضو باليوم ده لان ده دايتك ده هو تاريخ طبعا بلنسباني انا ما قدرش ان انا انساء انا مخلده في مذكرياتي اسم هو شافني كده بصيري هو كان من طبيعته المتحة عنده قليل عشان يخليك ما تتغرش يعني كنا نبقى حتى بعد فترة اه يعني احنا عاهدنا في الكابتن نبقى عاملين تمرين مقصرين دانية وحش مش عاجبنا نكلم بعض احنا كلعيبة احنا نعمل ايه تانا كتر من كده فده كان شيء كويس بامانة ان هو بيحط لك لو لو وصلك للقمة قبل ما توصل انت من نفسك للقمة فخلاص انت مش حق الانجاز طيب من ساعتها لعبت فين هل كان مع المنتخب فقط ولا كان فيه يعني نشار دوري بدايتي كانت في محافظة الفيوم انتقلت العلت في القاهرة نادي الجمارك وكان قابله نادي اسمه نادي الايمان بس ما طولتش فيه لان طبعا كان الاطار الهيكال التاع والاداري يعني ما كانش فيه توافق شوية معهم اه فانتقلت للجمارك ثم اتحاد الشرطة الرياضي ودي بقى كانت بصراحة كانت وزارة الداخلية كانت متمثلة في التعامل الشرطة الرياضي وفرت إمكانيات ان معي ان انا بطل رياضي وكانوا وفر لكل الإمكانيات المادية اي بطولات كان عندنا بطولة عربية للقرى الطيارة في سوريا طلعنا الاتحاد الشرطة بعثة محترمة أخدنا الحمد لله البطولة أخدنا مركز أول من تاريخ دهولنا الشرطة حصلنا على الدورة والكاس كنا متربعين على عرش اللعبة حلو على كم سنة مثلا وانتم متربعين من 2004 إلى 2012 ممتاز ده 9 سنين تقريبا متربعين على عرش اللعبة وده كان له أثر الجيد على المنتخب نفسه لأن أغلب العناصر كانت موجودة في اتحاد الشرطة فالكابتن منصور كان يمرنا في النادي بجوار معسكرات المنتخب أول بطولة اشتركت فيها دولية خارج مصر كانت إيه أول بطولة كانت في مصر كانت بطولة أفرع عربية كانت منطقة قبل ما يشهر اتحاد خاصة باللعبة قرية كانت في مصر 95 دي كانت البداية مع الكابتن منصور وبعد كده أول بطولة حقيقة دولية حقيقة دولية كانت بطولة عالم في 98 في إيران فاكر عملت إيه أخدنا المركز السابع كانت ترتيب المنتخب 11 منصور عمل حاجة يعني ما عملهاش مدرر حتى الآن إنه بعد ما استلم المنتخب بعد دورة برشلونة عمل إحلال وتجديد جزري وضم أكتر من 6 لعبين جدد اعتمد على أربعة منهم بعد البطولة يعني الإحلال والتبديل ده حصل بعد برشلونة بداية من 1995 يعني لائب بالتشكيل الجديد بدايته كان من 95 ممتاز أخدنا أول لعبنا بطولة العالم في إيران كان ترتيب المنتخب 11 أيوة قبل ما يتولى كابتن منصور في أول مشاركة دولية نطينا قفزنا أربعة بين السابع العالم طيب لا وأنا تذكر حاجة حضرتك يومها كان رئيس الاتحاية الدولي كان موجود متوجد في البطولة وتنبأ من المنتخب المصري الحصان العسود للعبة السنوات القادمة وحصل حصل طيب بعدها البطولة اللي بعدها البطولة اللي بعدها كان سيدني 2000 ونطينا من السابع للرابع حلو ونفسنا على مدينة مع فنلندا كان بطل أوروبا صبعا إحنا كان لسه عنصر الخبرة ما توفرش عن دين نعم بطولة العالم تعمل كل أربع سنوات آه تمام 2004 بقى كان فيه لا 2002 2002 كان في مصر بطولة العالم أخدنا برضه الرابع تمام بعدها كان أول إنجاز يحصل في تاريخ الألعاب الجامعية في مصر كان حصلنا في دورة أتينا 2004 المدينة البرونزية حلو آه في تاريخ الألعاب الجامعية على المستوى العرب والمستوى القاري كمان نعم بعدها في 2006 بطولة العالم في هولندا أخدنا برونز تمام بعد جدل اللجنة البرونبية قبل ما يكون فيه اتحاد مستقل للعبة استعانوا بمدرب أجنبي أهو توفى آه أخدنا رابع في بكين يعني إحنا كنا مشين بنتات ورابع آه لا ما هو في 2008 استعانوا بمدرب أجنبي وعلى حساب الكابتن منصور أخدنا كام أخدنا الرابع الرابع رجع الكابتن منصور تاني بعد النتيجة بتاعت بكين آه كاس العالم في أمريكا دي كانت أقوى بطولة في تاريخ اللهب حتى الآن 2010 كان 24 منتحف في البطولة كانت 2010 آه 2010 عملنا إيه أخدنا برونز مشاء الله كانت أقوى آه آه نعم أساني أصلا كنت شغال محرر صحفي متخصص في شؤون زواد عاقب فإدات عنك فإدات عندك الله رجل ما شاء الله أنا لسه بقول برضو بجمع ما شوالله نفكرة جيدة طيب كملي معاك أنا مكشو مشور معاك ماشي فبعدها شاركنا في بعد 2010 كان 2012 في لندن وحصل لأسف ضرب في البطولة دهيت وأخدنا السادس هذا طبيعة بيشكل المرات تمام آه يعني نحن يعني كان إحنا إضغرينا لأن إحنا كنا قبلها في مصر في 2012 أخدنا لعبنا نهائي بطولة عالم في مصر 2012 وكان برضو نهائي مع إيران وكنا كسبنا روسيا اللي لعبتنا في لندن كنا كسبينها ثلاثة واحد وكسبنا ألمانيا فكنا شفين آه بأمانة هو كان غرور شوية ثقة زيدة كان غرور يعني والحمد لله وكل شيء طبعا بإرادة الله ثم بعدها طبعا الأجندة اتغيرت وحصلت الثورة في 2012 فاتغيرت الدنيا وبعدها في 2014 بطولة عالم رضي إحنا أبطال أفريكيا والعرب من تاريخ نحن نتكلم عالم بقى في 2014 أخدنا الرابع رجعنا من السادس اللي كان في 2012 الرابع ثم ريو 2016 أخدنا برونز كان موجود الدكتور المصعد العيوتي بعدها في بطولة العالم في هولندا 2018 أخدنا سادس سادس طبعا عشرين عشرين اللي هي طرح حالة الواحد وعشرين توكيو أخدنا خامس ثم بطولة العالم في البوسنة 2022 رابع رابع 21 ولا خامس 22 عشان 21 21 21 خدنا خامس هنا في مصر كان النهائي بفضل الله ثم الختام في أفريقيا الحمد لله أول والتأهل لباريس ينفع الصحفي فاندر أنا سعيد بإيه الله أكبر يعني هو عمره عمره الإنجازات دي كلها كانت شارك فيها وعمره يعني البطولة بتعامل كل سنتين الله أكبر ما فيش يعني حاجة فيتالة بس أحسن إنجاز على الإطلاق في العشرين سنة اللي احنا شاركنا فيهم وكنا بننافس هو إنجاز بطل العالم اللي كان في مصر اللي هو التاني نحن وصل في كاس عالم وكان أول كاس عالم يتعمل في تاريخ الالتحاد الدولي لكرة طيرة مش كاتبطولة 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 كاس عالم كاس عالم تمام وإنه نوصل فينال مع إيران طب ألمانيا كانت فين ألمانيا اللي عبتنا على تاريخ طراب على الدور القابل النهائي هو دا اللي وصلنا فينال هو دا اللي كسبنا له لأن فيه زي ما تقول إيه إحنا عايزين نثبت الوجود عايزين نقول للناس كلها إن مصر موجودة راجعة تاني بالقوة طب يا كابتن يعني المنافسة يعني نرد على البعض يعني من بعض يقول لك مثلا لا يا عم دا خدوة تاني أصلا ما فيش منافسة أصلا ما فيش فرق طبعا تعرف فيه ناس بيبقوا عداء النجاح طبيعا وبيبقى ومداد النجاح ومداد النجاح معنا عالي بس أنت ترد بإيه أنه يعني كلمني على الدول المنافسة وحكم الإنفاق اللي بتحط الدول الأوروبية وغير الأوروبية في الأبطال البرالبديين كلمني على المنافسة مين الدول ومين ومين كلمني عن مثلا بطولة العالم اللي كانت في مصر بطولة العالم في مصر هو اللي دي كانت بطولة وكاس العالم كانت بطولة تأهيلية بنسبة 99% طيب اتحاد الدولة كان عامل حساب أن ألمانيا هتطلع على النهائي وده بالجغرافيا والتاريخ وهم ديما بيبصد لأنه لأنه هم أصلا بيشاركم بيشاركم في جميع البطولات الدولية التابعة الأجنتة الدولية يعني ألمانيا من البطولة الدورة اللي فات لنا اللي هنا بيعمل حوالي أربعين ماتش دولي لزروفهم احنا ما عندناش الأجنتة دي خالص ما بنشتامل مشغالش لزروفنا لحاجات يعني إمكانيات وإمكانيات بس احنا عندنا إمكانياتنا الإصرار والعزيمة بيضغى على أي حاجة قدامنا ده المصريين بالفعل هنيجي للدول اللي شاركت عندنا عشان نقول للناس اللي هي عمالة تتكلم تقول أسلم جاش الفرقة الوحيدة اللي ما جاتش فيه بركاس العالم البوسنة ليه حضرتك لأن البوسنة تأهلت فمش هيجي هيجي عمل إيه بالرغم أن البرازيل متأهلة وجات منها معسكر تدريبي لها لأن البرازيل متأهلة قال لك أروح برضو البطولات البطولة دي على الأقل هلعب أربع خمس منشات دولية العيال هتاخد خبرة أنت طالع النهائي بعد ما كسبت لألمانيا ألمانيا اللي هي بطل العالم آه أيوان وبطل أوروبا بطل أوروبا تمام قدام ألمانيا والحمد لله يعني مش عايز أقول أهدك أن كان المباراة يعني بطولة ألمانيا ومصر بطولة تمام علشان كده الفريق عندنا عنده إصرار وعزيمة لو إمكانياتنا تسمح زي إيران إحنا ممكن نقول إيران زي ما هو مطش ملعب لأ يبقى إيران ومصر مطش ملعب مين يكسب للآخر لو اتحطينا في نفس التجري بتاعها ومعسكراتها والصرف اللي عليها لأ متصدق عشان نفسك يبقى أطول في البطولة فإن ده محتاج إحتكاك أكتر الإحتكاك أكتر لأنه هو طبعا هي المدارد بتاعهم معاهم من من قبل سنة 2000 من سبعة وتسعين قبل حضرتك كمان من سبعة وتسعين أنا مقابله هو مدير فني الإيران من سبعة وتسعين أمام سبت المتخب إلى وقتنا هذا طب كابتن يعني حدك في بداياتك يعني ليه اخترت الكرة الطائرة جلوس يعني حدك طبعا في صرحي كبير وهو اتحاد الشرطة الرياضي وهذا الصرح اللي من هنا بنوجه له كل التحية وكل التحية لو جارة الداخلية أن هذا الصرح خرج عظماء أنا كان ليه الشرف أنني اتمرنت واستخدمت هذه الأدوات اللي موجودة اتحاد الشرطة الرياضي اللي كانت تحت أمر أي أبطال في مصر وكان قبله الدراسة لو تفتكر كانت الدراسة والصالة البلونية فإذن وزارة الداخلية والتحاد الشرطة الرياضي مؤسسة كبيرة 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 ولها أياد بيضاء على الرياضة المصرية كبيرة إيه اللي خلى حضرتك تختار الاتجاه دا هو حضرتك كان اتجاه جديد لأن أنا كنت لعيب منتخب مصر في كرة الطائرة أبن يخش كلوت الشرطة خلينا نحط الكرة الطائرة أسوياء الأسوياء كنت لعيب منتخب مصر كرة طائرة أسوياء ودخذوا كتب الشرطة ومدرب في اتحاد الشرطة ورأس الأسوياء ومدير فني في اتحاد الشرطة الرياضي ومدير الرياضة في اتحاد الشرطة الرياضي فمساعد المدير لاتحاد الشرطة الرياضي يعني حضرتك اتحاد الشرطة الرياضي له الفضل علي وعلى غير من الأبطال الدوليين العالميين والأولمبيين في الشرطة الوزارة الداخلية لأنك الوزارة الداخلية لا تبقى على رديد هقول لحياتك ليه اخترت بقى مجال جديد أنا خط في مجال الأسوية الحمد لله ربنا كرمني ونجحت فيه قلت أجرب في هذا المجال أشوف هقدر أنجح ولا ما ننجحشه والحمد لله ربنا وفقني ونجحت وخط التجربة ووصلني عايز لي هدف معين عايز أمدرب أولمبي وحصل وحصل بيه إن شاء الله بإذنك رب ما ديه خلينا كدك برضو يا كابتال عشر طبعا عايزوا بحاجة قبل الكابتال عشر بسيتها برضو أنا بواجهة شكري للجنة البرلمبية طبعا تمام بكيادة الدكتور حساب مصطفى طبعا والنائب الدكتور أحمد آدم وأمني صندوق الأستاذ لعبات رمضان وده كان لقيه بكرة طيرة حاطين كيف الإمكانيات اللجنة البرلمبية من إمكانيات مادية أو الأخرو تحت شراف أو تحت توجيهات الجهاز أو تحت توجيهات مجلس الإدارة اتحاد المصد كرة طيرة بكيادة الدكتور مصطفى عبد الحليم للكرة الطيرة لأننا عادي بنبص لمادية أولومبية بالفتر اللي جاية عايحصل بإذن الله كابتالي أشف قولي برضو يعني دلوقتي كفكر يعني حد بيعنده مثلا إصابة أو حاجة بتمنعه أو بتعوكه في حدك شايف هل الإعاقة الحقيقة هي إعاقة الزهن العقلية والإعاقة البدن حكم أن أنت تجربة النهاردة واحد من الأبطال العالم لا هي الإعاقة البدنية عمرها ما كانت أعاقة تعوك الإنسان النجاح الله يفتح عليك ودعا لذلك يعني عندنا نمازج كتير حتى بعيدة عن رياضة نفسها ذاتها وصبقين في هذا المضمر عندنا مثلا دكتور طا حسين طبعا قراج الكفيف أديب الكبير تمام عندنا نمازج كتير حقيقي يعني أنا يعني أنا يعني أنا في كابت الحد اللي فات كان معنا مين في المنمج هنا كان قاد ما كان حضرتك فاطمة عمر الله علي فاطمة عمر الأسطورة الكبيرة طبعا لا التحية أنا 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 شفت الكلام اللي هو تقال وهي كاتبته على الفيسبوك يعني أن أنت خرجت من جواه حاجات يعني لما استهى من جوا فاطمة أخت لينا والشركة كفاح ونجاح يعني ما فيش حد في المجال على المستوى المحلي والدولي ما بيحبهاش أنا إذا أقول لك اليابانين دعوها عشان يعرفوا تجربتها ونجاحها بس يعني خلينا نقول تجربتكم النهاردة اللي إحنا بنعيشها يعني أنت فخور باللي إنت حققت والبلد والله الحمد لله طبعا إحنا إحنا شيء يسعدنا ويشرفنا وده شيء تزرع جوانا ممكن زجرعها الكابتن منصور في بداية حديثه وأنا قلتها لحضرته أن المدرب الوحيد اللي مسك منتخب مصر كان دائما بيزرع جوانا الوطنية من وحن صغيرين كان دائما يقول حط اسم مصر وعالم مصر قدامك هدفك عالم مصر يترفق بعمل دي شيء أنا كنت بقاشيت بيه وأنا الجانب الوطني أنا برضو يعني اكتسبته برضو وتزرع جوايا من تأثير الكابتن منصور لأن أنا معهم يمكن أنا عندي 12 سنة أو 14 سنة فتزرع جوايا الحس الوطني والإنتماء للوطن والحب الوطن أنا عندي حب الوطن عبادة يعني 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 بعد ربنا سبحانه وتعالى والدين هو هو الوطن سبحان الله طيب الحمد لله أنت النهار ده كده على الهوى يتمنى قول قول بتمنى إيه بس عايزك تاخد نفس كده وترجع دهرك وره والله هو اللي بتمنى مش بتمنى ليه أنا قاشرف يعني أنا فرد من منظومة طبعا أنا بوجه شكر لسياد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه هو حط الأشخاص ذا والعاقة على يعني على مجموار الإنسانية أو الإنسانية عاملني كإنسان يعني أن أنا يجعل ليه عام 2018 ده عام الأشخاص ذا والعاقة وخرج لنا قانون عظيم فيه ضمانات كتير أو اللي حول الأشخاص ذا والعاقة وأن كان بعض الأليات فيه تنفيذ ده هذا طبيعي أكيد هيتم تتركز إن شاء الله المساواة في التكريم المادي بين الأشخاص ذا والعاقة وغير ذا والعاقة ده كان عمل عظيم وإحنا الحقيقة كان بيلول الأثر السلبي على نفسيتنا لما أنا أروح أرفع على مصر زي زميل البطل الأولمبي في نفس البطولة ونفس العنم واخد أقل فبدأ شيء فرق معنا نفسيا ومعناويا كثير جدا وطبعا ده شيء يحسب لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي الدعم المادي والتوجهات من القادة السياسية لوزارة الشباب والدكتور أشرف الصبحي يعني بصراحة ما بيأخرش عننا حاجة بأمانة وأنا أعرفه شخصيا هو شخصية محترمة جدا وشخص رياضي وعظيم جدا أنا بحبه نطمح للفترة الجاية ونتكلم على المهم اللي هو عشان نرجع من شاء الله من باريس إن شاء الله ما دليا بإذن الله وطبعا هو ينقصنا المعسكرات يعني نحن مش طبعا نفعي حاجة هقولك لتنزلني فندق سبع نجوم وتديني بوكت موني بالدولار والقصة نحن عايزين عايزين احتكاك لأن دلوقتي العلم الرياضي فرق كتير وفي دول سابقنا كتير يعني مثال مثلا ألمانيا نحن عندنا ألمانيا هي حتى مصر في حساباتها وبتلعب على مصر وهدفها مصر وإحنا عارفين ده وعملينه الحساب والكابتون منصور معنا في الصورة فإحنا عاجين معسكر كويس معسكر عدد كويس ومحتاجين احتكاك يكون داخل مصر أو خارج مصر بس مهم جدا بين إسبالنا والحاجة بعد إذن طبعا الكابتون منصور هتكلم فيها التكريم المادي للبطولات اللي تم الانتهاء منها أمال وطموحات كلها تصم في مصلحة المنطقة مصلحة الوطن أنت نهار ده لما تكون قرم أو لك من مستحقات قديمة هتأخذها دي حاجة برضو هتعلي معنوياتها أكيد يعني إضافة أكتر كل الكلام ده في الأول والآخر هو بيضيف للمنتقب يعني أنت ما تمنيتش أمنية لها مصلحة شخصية لك ولا حاجة أنا لما أخذ مكافياتي المعنوياتها تبقى تماما أنا لما أعمل احتكاك يبقى هجيبها دي للمصر يعني حتى في أمنياتك أنت وضع أمنياتك لمصلحة البلد ومصلحة المنطقة الحمد لله صح يا رجال الحمد لله رجال الحقيقة من نوع تاني ومن كوكب تاني حقيقة نقول دايما بشرف لنا بس إحنا طبعا مكملين مع حضراتكم بس الحقيقة أنا بشكرك طبعا كابتن أشرف هنطلع للفاصل وهنستقبل طبعا كابتن عدل عبد المعطي منتخب مصر كرة طائرة جلوس بس الحقيقة بوجه لك كل الشكر كابتن طبعا ست اللي هو مكمل معنا إن شاء الله في النصف التاني بشكرك نورتين وانا اللي بشكركم جدا جدا شكرا لي وألف مليون مبروك ونتمنى تمانياتك تحقق ونتمنى كمان إن شاء الله مديليا بارالنبيا ولا احتفل على الترويزة دي إن شاء الله إن شاء الله وعد إن شاء الله كن مع بعض كن أول لقاء بعد ما نرجع من فرنسا إن شاء الله حنيجه إن شاء الله 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 نعامنا حلوية أصلا طبعا كيبدأ لو الحمر من أعرنا إن شاء الله أعرنا من شاء الله كابتن عزيزي مشاهدي يطلع الفاصل عشان بعد الفاصل طبعا نستقبل ضفنة الكابتن عادل عبد المعطي مدرب منتخب طائرة جلوس عشان نقدر نتكلم عن البطولة إلى الفاصل أهلا أبوح اشتركوا من جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل ومرحب ضفتنا لانضمنا بعد الفاصل الكابتن عادل عبد المعطي مدرب منتخب مصر للطائرة جلوس وصاحب طبعا يعني احد كتيبة كتيبة هديك كتيبة العظيمة اللي حقق التاني عالم وبطوط افريقيا ونجحت التأهل لأولمبياد باريس عشرين اربعة عشرين والان شاء الله وعدونا النهاردة بازني لان هم يبذلوا كسارة جهدهم للحصول على مديلية أولمبية كابتن عادل اهلا بيك اهلا بيك كابتن عيس منورنا والف منهم مبروك انا لسعيد والله بيكودي مع حضرتك وطبعا سعادتي الاجبر اللي انا موجود احب نادي في قلبي في العالم النادي الاهلي انا سعيد زيك ببارد من انا موجود فكرات النادي الاهلي النادي اللي احنا بنحبه والنادي اللي احنا بنعشاقه جد يعني سعادتك والله فخر اللي انا بكون اهلاوي وبعتزب ده طبعا يعني منورنا يا كبت بعيد عن اي حاجة منورنا يا كبت بأجل حضرتك إنجاز كبير بطولة تاني العالم وإنجاز كمان كبير بطولة أفريقيا والتأهل بدراعك يعني ما انتاش مثلا مستني حد يتأهل عشان انت تتأهل لا انت راجل خط تاني عالم وقلت عشان أكد تأهلي يا جماعنا عشارك في أفريقيا وهناخد إن شاء الله أفريقيا يعني كلمني عن الإنجاز ده أكيد ما تحققش من صدفة وجيت نظرك إيه السبب الرئيسي لهذا الإنجاز أولا طبعا السبب الرئيسي كله طبعا في الأول وفي الآخر بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بنعمل إحنا بنشتغل وبنخلص في عملنا وبنعمل اللي علينا وبنسيب التوفيق لله سبحانه وتعالى وطول ما النواية خلصة فأكيد ربنا سبحانه وتعالى حيكلل دوت بالانتصار والجهد وده اللي حصل إحنا كل تفكيرنا داخل المعسكر اللي إحنا نشتغل بجدية عندنا هدف عايزين نوصله الحمد لله رب العالمين اللي عيبة كانوا رجالة اشتغلوا كل واحد بزل أقصى ما في وصع والحاجة الجميلة إن كل اللعيبة كانت على قلب رجل واحد ما حدش كان بيفكر مين حيبتد الماضش مين حيكون التبديل ما كانش فيه كلام دخالي كلنا كان هدفنا حاجة واحدة ابن البطولة الملعوبة عندنا على الأرض مصر وما يرفعش اللي إحنا لما البطولة يبقى بالتنظيم دوت وبالإمكانيات ديت والناس كلها منتظرانا وإحنا ما نكونش الطرف التاني في المجارة النهائية ده كان الهدف اشتغلنا للهدف دوت بمنتهى الهدوء بدأنا المعسكر في القرية الأولوبية في الإسماعيلية بعيدنا خالص عن كل صخب منعزلين تماما بنشتغل محدش حاسس بينا لحد ما انتقلنا قبل البطولة للقاهرة وبدأنا البطولة وبيننا ناخد كل ماتش بماتش لحد ما ربنا قرمنا ولعيبنا المباراة القابلة النهائية طبعا مع بطل أوروبا ألمانيا ألمانيا محدش يسافه من ألمانيا خالص ما ينفعش أنا بلعب مع فرقة جديرة ده كل التوقعات ساعتها أننا كنا نخسر يعني أنا توقعت أنا على المستوى الشخصي أننا نخسر من ألمانيا مهم جدا عشان في عوامل الفوز أنك تحترم خصمك وتكون عارف قدره كويس قوي ودوت بيبقى من المفاتيح اللي أنت هتكسب بها المباراة احنا لعيبنا بهدوء شديد جدا بترجيز علي قوي بعدنا لعيب عن كل توطر إحنا كل طلبناه أن أنتو تلعبوا لعبكم أنتو لعيبة كبار أنتو أبطال عالم أنتو لعيبة يعني ما تقلش عن لعيبة إيران أو ألمانيا أو البوسنة أو كلام ده كله وبالتالي ابتدت لعيبة تركز وكان عندنا هدف وإصرار غير عادي اللي إحنا نكسب الماتش طب يا كابتن أكيد فيه تضحيات يعني أنت بتقول أن توحيد الهدف آه موجود الإخلاص النية موجود في الوقت اللي معلش خاني أكلم بكل أمانة هؤلاء اللاعبين وأنتم طبعاً بتطبع مدرب ومشف على المنتخبات مقابل يعني ما فيش يعتبر بس أنتو بتلعبوا عشان خاطر اسم مصر لأنفسكم فالنهاردة الكلام ده يعني مفروغ منه ولكن النهاردة أكيد كان فيه تضحيات الولاد دول بيشتغلوا وديلقوا متعيشهم الأساسية مش الرياضة خلينا نتكلم بكل أمانة وخلينا نكون صريح بشدة شغلهم سابوا شغلهم قعدوا فترات إزاي عملوا إيه؟ يعني التضحيات اللي عملوها وحضرتك كراجل برضو بتاعة اشتغل يعني ضحيت إزاي وسبت ده واتفرقت ده حصل إزاي وتتحدكت إزاي وهل تقدرت من أماكن عملك ألا والله طبعاً يعني هو كل واحد فيه لعبة كتيرة طبعاً مرتبطة بمكان عمل وأنا واحد بينهم وأنا بشتغل في إحدى المؤسسات الكبرى أحد البنوكم مقدرش طبعاً أقول إسم وبالمناسبة دي أنا بشكر إدارة البنكة عندي على يعني مسندتها ليا ودعمها لما حدود إنه وفروا لي التفرغات ودوت كان سبب رئيسي في استقراري وإن أنا أركز في عامل طبعاً اللعيبة لو هنتكلم عن المقابل المادي يا كابتن هيسم المقابل المادي لا يضاهي إطلاقاً الإنجاز الذي تحقق كون إن أنا النهاردة بقول لأول مرة في تاريخ اللعب إن منتخب مصري يلعب المباراة النهائية ويحصل على الميدالية الفضية فده حدث غريعيدي طبعاً فالنهاردة أنا سايب التكريم وسايب الكلام ده كله للناس المسؤولة وأكيد هم شاهدوا بدوت وكانوا موجودين معنا وهم شافوا الجهد اللي تبزل وأنا واثق إن هم حيكون في تكريم لائك بالفرقة دي لأن الفرقة دي واللعبة دي تستحق التكريم وتستحق بجدد إن إحنا كلنا نحتفي بها ونحتفل بها خلينا أقول لك إن أنا بطالب يعني بقى خلينا أكون أكتر وضوحاً إن هذا الفريق يكرم بشكل كبير جداً أتمنى هذا وإنه أحدك يعدك ثقة وأنا عندي ثقة كمان لأنه إنجاز بيتكرر وده يعني كررته ثالث رابع ولكن أول مرة المنتخب ده ياخد تاني أبداً ده ما يقلش بالإنجاز لأنه أنت بتنافس دول أوروبية بتيدي دعم كبير جداً لفرقها ودول في مستوى العالم فالنهاردة لأ أنت النهاردة إن شاء الله تستحق تكريم كبير إن شاء الله وأنا واثق 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 إن ده هيحصل إن شاء الله بس أفريقيا يعني النهاردة أنت طلعت لتاني عالم عشان تأكد أهلك لازم تروح إلى أفريقيا وفرض عليك هذا القرار أو اللوايح فرضت عليك أن أنت لازم تشارك في أفريقيا درست أفريقيا كويس روحت أبنى تروح كنت تعرف مين الفرقة تقبلها ولا روحت هناك اتفاجئت الفرقة جديدة ظهرت على الساحل الأفريقي طبعاً سؤال حد ذلك مهم جداً أولاً إحنا من 95 إحنا أبطال أفريقيا وتربعنا على العرش القر فأنا لما بروح أفريقيا أنا مش رايح عشان أنا نافس أو رايح عشان أنا أحاول إلا أنا أخد لقب لا ده أنا رايح أدافع على اللقبي إلا أنا بدافع عنه وبقى ليه أكتر من 20 سنة ده مصر فمصر لما تتحط قارة أفريقيا يبقى مصر تتحط على القمة وكل أفريقيا مع احترام الشديد ليها جداً تتحط وراء ترتيبها وراء ترتيب مصر فأنا كنت في يوم الأيام أحد أعضاء الفريق نعم والحمد الله كنت أحد أعضاء أول إنجاز تم الأفرة عربية في 95 فحتى كان فيه محادثة يعني قبل المباراة مباشرة ونتوجه للصلاة من الكابتن أيميل عفيفي وبيننا وبين اللعيبة واللي اتقال هما كلمتين إحنا منتخب مصر إحنا أبطال أفريقيا فلما أنزل ألعب المباراة النهائية بقول للناس كلها إحنا أبطال أفريقيا وده مش هنتنازل عنه وما ينفعش حتى يبقى الموتش سيجال بيني وبين الفرق أنا من أول لحظة أنا نازل بلعب كبطل الفرق كلها تهابني والفرق كلها تتعلم مني والفرق كلها تفهم يعني إيه البطل جاي النهاردة بيلعب النهائي فأنا بلعب مباراة يعني فعلا إحنا يمكن البطولة كلها ما عملناش اللي إحنا عملنا في المباراة النهائية لها وضع خاص لها النهاردة كانت في ناجيريا فعالم مصر دوت لما يتحط قصادك ده أهم من أي حاجة وكانت أجمل لحظة طبعا لما عوزي في السلام الجمهوري ودي اللحظة بقى اللي انت بتنسى فيها كل حاجة ولا بتفرم لسه سادت اللواء بيقول طب سادت اللواء يعني أجل حددك وحدك المشرف على المنتخبات القومية وأكيد يعني برؤية يعني اللي شفتها ومتابع للفريق حددك من أفضل المدربين والمشرفين في العالم خلني أكلم بكل أمانة بإنجازات منتخب مصر واللي وصلوا منتخب مصر في أخذ عشرين سنة في وجود حضرتك ده أكيد يعني مجاش من فراج من حددك من واحد من أفضل المسؤولين رؤيتك إيه المنتخب مصر الفترة القادمة؟ هل إحنا قدين نحافظ على الإنجاز ده ونفضل دايما مجتمرين فأفضل أربع فرق على مستوى العالم مش هنقول دايما الفاينال بس نقول أربع فرق هل إحنا قادرين على ده؟ إن شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل كتبة العمل زرحتك قلت كده كتبت العمل اللي موجودة في الجهاز الفني وكتبت العمل اللي هي من ورانا اللي هو مجلس دارة الاتحاد برئاسة دكتور مصطفى عبد الحليم والإخوة الأعضاء دكتور حمد منطاش وكابتن عصام والأستاذ نادية والأستاذ غريب تمام؟ بنتكاتف كلنا عشان نتقلع منتج أفضل من الأول بس ده بإيه؟ يعني إحنا قدمنا للساد الوزير إن إحنا عايزين معسكرات خارجية تمام؟ وإن شاء الله أنا يعني متواصل معهم هما بيدرسوه كويس قوي عشان برضو إن إحنا إيه؟ في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا فيها وكلنا عارفين نصير في الصعبة تمام؟ إن شاء الله أنا عندي أمل إنهم حاولنا المطالب بتاعتنا الاحتكاك الدولي الاحتكاك الدولي بيبقى أفضل من الاحتكاك المحلي ليه؟ طبعا أنا بشوف مستوات أعلى مني بعيش جوه البطولة بعيش جوه البطولة اللي بيبقى حافظ هو الناس اللي هيعمل إيه؟ تمام؟ لو هذا تحقق بالمعسكر الداخلي والمعسكر خارجي إن شاء الله بنقول إيه؟ من ضمن الأربعة والله ده أقل حاجة ولكن إحنا عايزين نخش على الإيه؟ على النهائي على النهائي نكسب نهائي نكسب نهائي مش هادة رواية نكسب نهائي ده أنا عايز ألعب المباراة النهائية دا أنا عايز ألعب المباراة النهائية دا أنا عايز ألعب المباراة النهائية تخد خط وخط وخط أقول إن أنا عايز ألعب المباراة النهائية مع إيران تمام؟ هو ليه إيران متفوق على الندم؟ احتكاك احتكاك على طول السنة كلها اللي بيلعب 40 مطش أو 60 مطش دولي ألمانيا بتلعب 60 مطش دولي بتلعب كل البطولات تعمل الأجنت الدولية فأنا عندي أمل في ربنا الصلاة والتعالى وأمل في الدكتور أشب صبحي والجهاز المعاون هل أنتوا عندكم لقاء رايب مع دكتور أشب صبحي هل لكوا لقاءات دورية هل بلاش ممكن يكون وقته أو جنته مستحمة هل مدير الإدارة المركزية هل المسؤولين في الوزارة بيقى فيه اجتماعات بشكل دوري معاكم هو فيه تواصل معاهم مع الدكتور عمر حداد والأستاذ محمود العزيز تواصل يومي تمام علشان التعارب برضو إيه السادة الوزير الأيام ديها في الوقت دايق جدا تمام وأنا عزره تمام طبعا طبعا للظروف اللي احنا فيها ديها والتحركات بتاعته كتير فأنا واخد وعد إن شاء الله منهم إنه بقى فيه لقاء مع السادة الوزير رايب حتى لو ما كانش فيه أنا بقى ناشد من هذا المنبر تمام إنه إحنا اللعيبة مش إحنا كجهز فني أو مجلس إدارة لأ اللعيبة مشتاقة إنها تقعد مع الدكتور أشرف صبحي الأب الروحي لرياضات المعاقين ولازم يبقى فيه قرب وقت جدا لأن هتفرق مع اللعيبة جدا مش معنا مع جهاز لأ مع اللعيبة نفسية إن شاء الله يحصل إن شاء الله دايب أقل شيء يعني الفريق إن شاء الله واخد بطول العالم من أفريقيا وتهل البراليمبي ومنتظر منه إن شاء الله ما داليا في البراليمبيا اللي جاية طب كابتن عادل أجيلك يعني يمكن من الأمور اللي دايما بتبقى كان الزمان اللعيب اللي عنده إعاقة أو الإنسان خلينا نكلم عن الإنسان اللي كان عنده إعاقة كان زمان بيهجل منها وكان يحاول تحس إنه منطوي وتحس إنه هو المجتمع بيعمله بشكل أو بآخر كانت الموضوع ده يعني ممكن يكون بيجرحه النهاردة وانتوا أبطال يعني من أبطال العالم وغيرت الصورة دي والناس بتبصي لك النهاردة كبطل عالم كان واحد من رموز اللعبة في العالم كله هل شايف أن الإعاقة ممكن تعاك واحدا أن تحقيك علمه يعني الإعاقة اللي هي تعاكني عن عمل شيء يبقى ده مش معاك ده الإعاقة بتبقى فيها إعاقة ذهنية أما المعاك الجاسديا دوت مفيش أي حاجة تعبه يعني أنا قبل ما لعب رياضة معاكين خالص تمام؟ أنا كنت بالعب مع زميل الكورة كنت بالعب بسكت وعلى فكرة انضبتها كابتن هيسم معاك كابتن عمر عشور منتخب البسكت شوية وكان عشور تحل شركة الرياضي بس هو يعني وكنت لعب كويس جدي بس أنا أكتر حاجة حبيتها وكنت دايما أقول لنفسي يا حتى قبل ما أعرف أن في رياضة معاكين أن ياريت يبقى فيه مكان يلعبوا في رياضة معاكين كنت أنا بقى قعد أتكلم نفسي كده ونصغي لحد ما فعلا ابتدت المعلومة تتوفر لي وابتدت أبحث وفعلا أول ما كان روحته ابتدت روحت مركز شباب العباسي ده بقى كل لعب تلبسكت بالقديمة شفتها كابتن صابر وشريف عالي وكل دول صحابي بقى وقابلتهم محمد يحيي أنا فاكر الأسامي دي كل دول بقى حبايب يا كابتن والله بكر عديتك معاهم جدا وكنت ساعتها ملعب فاضي أنا روح لعب معاهم على ملعب البلات اللي فوق ده خرج عماليقة ده كان وش السعد علي وابتديت روحت وكان عندي هدف بس كن ملعب بلات يا كابتن كن ملعب عليه؟ لحد الوقت ملعب الله لحد الوقت على فكرة خرج عماليقة السلة ولأوا انتو كبالنسبالكم ككرة طائرة لا احنا قلنا بنتورم في السلاح ايوا كد انا كان عندنا ساق قلنا بنتورم في السلاح ايوا كد فدي كان بدايتي فأنا بحسد لعبت الرياضة كان عندي هدف أنا ما كنتش داخل ألعب الرياضة عشان أمارس أوضاع وقت لا أنا كنت حادت تارجت لنفسي اللي أنا لعبت وكان عيني على منتخب مصر وكان حظي الجميل اللي أنا بديت مع الكابتن عبداللاطيف إبراهيم عملوك من عماليقة القراطير اللي يرحمه والنادي الأهلي ده اللي اكتشفني وده اللي خدني منتخب مصر تمام؟ وبدأت المسيرة بتاعت كابتن منصور بعد الحاجة عبداللاطيف إبراهيم لحقت كابتن منصور وإعمارات؟ لا ده مع السنين من 1994 وانا مع كابتن منصور لا 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 حدك لسه يا شباب ولسه لحد 2012 يعني مع كابتن منصور لحد ما قررت إلا أنا أعتزل فحيطت إلا أنا أغجل من ده أولا زميل حتى في المنطقة وكده أنا عمر أنا كان زميل كان أحيانا بينسل أنا معارض يعني فهي دي متوقفة على الشخص طبع سهلك بكل أمان يعني يمكن بأن كلات أربع سنين فيه اهتمام كبير من الدولة والحقيقة موضوع يعني أصحاب الهمم وأصحاب الإعاقة البدنية أو الجسدية بيلاقوا رعاية من ناحيتين وزارة شباب الرياضة وزارة التضامن الاجتماعي النهاردة وفيه قانون تم سنه هل انتوا شافوا نحن ماشيين في الطريق الصحة هل نحن يعني حاس أن نظرة المجتمع كمان بعد التغييرات الكبيرة دي حاس أن نظرة اختلفت هل الاهتمام هل المساحة لإخواتنا من أصحاب الهمم زادت شوية الفترة الأخيرة اتزادت كثير يعني فيه فرق كبير كده يا كابتن هيسام وأنا ستكلم على الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني وتحديدا من ساعة ما الرئيس عمل القانون زو الأحتياجات الخاصة هنا حصل تحول غير عادي غير ملموس يمكن فيه بعض الحاجات مدايقانة بس لما نيجي نقول الإجابات اللي حصلت لا إجابات كتير جدا احنا بنطمح أن يكون فيه الأفضل وفيه الأحسن وإحنا إن شاء الله يعني دوت إحنا حيحصل وعارفين الرئيس على طول حاطتنا قصاده ويعارف إحنا محتاجين إيه وأكيد هو كل حاجة بتوصل فإحنا الحمد لله رب العالمين لا فيه فرق كبير جدا دلوقتي النهارده لما بتروح في المؤسسة العمل بتاعتك لا وخصوصا لما يكون انت كمان بطر رياضي وكده أنا يعني أنا في المؤسسة بتاعتي ما حدش بيقول لي يا أستاذ عادل أنا كابتن عادل طبعا أنا لو حددك جيت لي هايولي تاني عالم كابتن هيسم طولهم أنا عايز أستاذ عادل عموتي لكن هتقول له كابتن عادل يقول له فالحمد لله رب فدي برضو النظرة دي تحورت انت برضو لساعات اللي دوت وأنت فالبيت مهم جدا انه هو يشجع أولاده ان انت نفسك شخصيتك انت انت اللي قادر تغير الفكرة بتاعت أي حد بتتعامل معاه فدي كلها عوامل كتير جدا البيت شخصيتك اللي بتتبني في البيت قبل أي حاجة ويخلوك تحتك إنما يعزلوك بقى ويقفلو عليك ومش عارف ايه وكلام دوت سيبو يخش يدميكو في المجتمع سيبو يسيبو يتعامل معاك إنه شخص عادي خلص حقا تلاقيه يحتك بكل حاجة وبقى إنسان عادي خلص والله يا كابتن انت في تخيل كلامك قادي بيسعدني وقادي أنا حاسس فعلا ان انتو بتدونا أمل في بكرة والله يا عزيم يا كاتر ربنا أنا بتتكلم بأمانة يعني زماننا البرالنبيين بيدوني أمل دايما إنه في أمل لبكرة الحقيقة أنا بشكركم جدا جدا وكات حلقة جميلة وانا ساعد بيها جدا جدا أخرج على النص شوي فضل يا كابتن أنا بأناشد مع الوزير الدكتور السادة اللواء مع حمود توفيق وزير الداخلية هو بالمناسبة هو دفعتي بس بأناشد من هذه المنصة الجميلة إنه يرجع الرياضة لاتحاد الشرطة للصرح الرياضي الكبير تمام لأن الشرطة خرجت أبطال كتير أنا فاكر أن المواسمة السابقة كان اتحاد الشرطة الرياضي فيه 75% من المنتخبات القومية سيان لعيبة أو جهاز فني أو إداري أو إعلامي تمام فأنا بناشد من هذه المنصة معالي الوزير وزير الداخلية وقيادات اتحاد الشرطة القائمين على دلوقتي إنه لازم يرجع الرياضة لاتحاد الشرطة الرياضي لأنه فعلا هي بتمد المنتخبات القومية سيان من ناحية السلوك الانضباطي زي قوات المسلحة بالضبط لشرطة والجيش سلوك انضباطي عسكري أداء احترام قدوة ده بينعكس على المنتخبات القومية بشكرك شت اللواء نورتين وشرفتيني شت اللواء مصور محمدي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة طائرة جلوس والمشرف على المنتخبات القومية نورتين وشرفتيني الله يخلي حياتك بشكرين بشكل حديثك والقناة الأهلي وعايزين بس نقول لا معلش لو لازم في وقت عايزين الكابتل الخطيب يعني يبص لمنتخب الطائرة لنظرة الرياضي مش قول نظرة فرئيسة المجلس الارتنادي الأهلي لكابتل الخطيب راجل رياضي منطراز الأول وهو يعلم تماما المنتخب القومي بتاعه كرة الطائرة هيو صلفين إن شاء الله أشكرك يا ستن الله جلامة جميل وربنا يوفقك يا رب كابتن عدن عبد المعطي أشكرك نورتين وشرفتيني لمندر المنتخب مصر لا خليك كل الشكر والتأدير لك لا خليك كابتن عيزين أنا سعيد عزيزين مشاهدين دي كان حلقتنا النهاردة مع أبطال أبطال من ذهب الحقيقة يعني بينتصروا على المنافسة الشرسة من دول العالم بينتصروا على الإعاقة وعمر ما كانت الإعاقة الجسدية ودائما بنقول كده الإعاقة الجسدية عمرها ما كانت عائق ولكن العائق الزهني لو حد هو عنده مشكلة بزهنه ومش فاهم صح هو ده الإعاقة الحقيقية وأكيد طبعا ملشكر الدولة المصرية على الاهتمام الكبير اللي بتوليه لأصحاب الهمم وبشكر حضرككم على الحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة من الأبدال